تزامنا مع ذكرى اليوبيل الفضيلي تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله الرعام قليد الحكم رعا سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع العمليات الانتاجية في مشاريع الزراعة من غير تربة وتدشين هوية شركة البحرين للتطوير الزراعي حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله هورة عالي سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلاديات والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتطوير الزراعي وعدد من كبار المسؤولين وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أكد أن ذكرى اليوبيل الفضيلي تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم دافع لمواصلة البناء على ما تحقق من المنجزات في مختلف المجالات مشيرا إلى أن التوسع في المشاريع الداعمة للتنمية الزراعية تعد أحد مسارات إنفاذ توجيهة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كما أنها تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للحكومة برئاس السمو للعاد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله في تبني المبادرات القائمة على الابتكار والتطوير في الانتاج الزراعي عبر الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في هذا المجال الحيوي وأشهد سموه بالدور الهام الذي تطلع به سمو قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرات الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظه الله في إطلاق المبادرات التي تعزز القدرات وتشجع الإبداع والتميز في مختلف مجالات التنمية الزراعية وقد استمع سموه إلى شرح من سعادة وزير شؤون البلدية والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتطوير الزراعي حول مشروع العمليات الانتاجية في مشاريع الزراعات من غير تربة في إطار التوسع في استخدام أدوات الأساليب الزراعية الحديثة كما تضمن الحفل عرضا لفيلم حول المشروع كما تم أيضا تدشين هوية شركة البحرين للتطوير الزراعي بعد ذلك قام سموه بجولة اطلع خلالها على عدد من الشتلات الزراعية ضمن مشروع العمليات الانتاجية في مشاريع الزراعة من غير تربة واشهد سموه بالجهود التي تبدلها وزارة شؤون البلدية والزراعة وشركة البحرين للتطوير الزراعي والقائمين عليهم في تنفيذ مشروع العمليات الانتاجية في مشاريع الزراعة من غير تربة وغيره من المشاريع الحيوية الداعمة للتنمية الزراعية متمنين سموه للجميع دوام التوفيق والنجاح من جهته أكد سعادة وزير شؤون البلدية والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتطوير الزراعي أن افتتاح المرحلة الأولى من المشروع وتشين هوية شركة البحرين للتطوير الزراعي يأتي انطلاقا من التوجيه الملكي السامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه حيث وجه جلالته لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء والذي يحظى باهتمام ومتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لافتا إلى الدور الكبير لسمو قرينة عهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنوية القطاع الزراعي حفظه الله في دعم القطاع الزراعي وأشر سعادة الوزير إلى دور اللجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة في متابعة مختلف المشاريع التنموية ومشاريع الأمن الغذائي في البلاد وبيّن وزير شؤون البلديات والزراعة أن تدشين هذا المشروع هو بكورة انطلاق أعمال ومشاريع الشركة والتي تعمل على التوسع في استخدام أساليب الإنتاج الزراعي الحديثة الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مشروع العمليات الانتاجية في مشاريع الزراعة من غير تربة ستتمثل في مشروع هورة عالي ومنطقة لدراز وذلك لإنتاج 260 طن من الانتاج الزراعي السنويا في كل موقع وهو ما يمثل 520 طن سنويا من سلة الغذاء وستتضمن المبادرة إنشاء سبع بيوت محمية وحاضنة زراعية كما تم تعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لبدء عمليات التشغيل والانتاج من الموقعين وكذلك بيع وتسويق المنتجات